طيب موضوع تاني وزي ما وعدتكم بارح كل الأخبار المتعلقة بدوري أبطال إفريقيا خلال الفترة اللي جاية هتبقى من خلالنا هنا في برنامج التريند النهاردة الاتحاد الإفريقي حدد بشكل رسمي مباريات الآلي في دوري أبطال إفريقيا بدءا من الجولة الأولى حتى الجولة الخامسة وطرق تحديد موعد الجولة السادسة والأخيرة اللي حين معرفت النتائج عشان ممكن تكون الجولة الأخيرة المباريات في توقيت واحد هنسترد مع بعض الجدول اللي فيه مباريات الآلي في دوري أبطال إفريقيا واللي هيستاني فيها المباريات عقب العودة من كأس العالم للأندية طيب المباراة الأولى هتكون 18 فبراير الهلال السوداني والأهلي هتتلعب فيه استاد المودرمان في الخرطوم الساعة 3 العصر يوم السبت 18 فبراير طيب المباراة التالية في الجولة الثالثة السبت 25 فبراير الأهلي وسانداونز على ملعب السلام الساعة التاسعة مساء المباراة التالتة اللي هي مؤجلة من الجولة الأولى السبت 4 مارس الأهلي والقطن الكاميروني على ملعب السلام الساعة السادسة مساء الجولة الرابعة 11 مارس سانداونز والأهلي في بريتوريا الساعة الثالثة عصرا الجولة الخامسة 17 مارس يوم الجمعة القطن الكاميروني والأهلي على ملعب جروة الساعة السادسة مساء يبقى إذن ده ترتيب مباراة الأهل الهلال والأهل الأهل سانداونز الأهل القط سانداونز الأهل القطن الكاميروني والأهل جزئية أخيرة مباراتين الأهل مع سانداونز والقطن الكاميروني في الجولة التالتة ومؤجل الجولة الأولى هتتلاعب على ملعب السلام ليه؟ ناس كتيرا بتقول لي غالباً هنلعب في الساد القاهرة زي ما دلوقتي بنلعب في الدوري أنا اتكلمت النهاردة مع أكثر من مسؤول في الاتحاد الأفريقي وأكدوا لي نظراً أن كأس الأم الأفريقية للشباب هتتنظم في فصر في الفترة من 19 فبراير إلى 12 مارس فتقرر رسمياً والكلام ده على مسؤوليتي وخدوه رسمي وعنوين ممكن تخطوها دلوقتي تقرر رسمياً أثناء إقامة كأس الأم الأفريقية للشباب الأهل هيلعب مع سانداونز والقطن في ملعب السلام والزمالك إذا سطفت في هذه الفترة مباريات في دورة أبطال إفريقيا في القاهرة هتتلعب في استاد برج العرب كلام نهائي وكلام رسمي من خلال مصادر رسمية تواصلت معها النهاردة في الاتحاد الإفريقي ترجمة نانسي قنقر